موسيقى وهذه الحياة الأبدية مثل ما شفنا أحبائي أول شيء يعني يدعو خرافه بأسماء عندما تدعو شخص بالاسم فهي لغة المخاطبة وعندما تنادع على شخص باسمه يعني فيه بتكون بشكل عام معرفة شخصية بيكون في دفئ بيكون في شركة بيكون في علاقة حميمة وعندما تدعو شخص باسمه هذه لغة التواصل فأنت تتواصل مع الشخص الآخر وهذا التواصل هو عندما تدعو الشخص باسمه وهكذا الله دعانا بأسماء يعني كل شخص هو شخصية مميزة متفردة في نظر الله أنت مش بس مخلوق على صورته الروحية الأدبية لكن الله بيهتم فيك بشكل خاص وباسمك مثل ما سمعنا اهتم بزكة العشار جابة ضرائب اهتم بمريم المجدلية اللي كانت محتارة وعندما دعاها باسمها قالت ربوني أي تفسيره يا ربي أو يا معلم في سياق الحديث وأيضا دعا شاول شاول ولمسه وغيره جدده وتحول إلى بولوس الرسول عملاق المسحية واليوم أنت مش مجرد اسم في سجل الحكومة ولا مجرد اسم في سجل الكنيسة ولا مجرد اسم على الهامش إذا في سبعة ونص مليار أو تمانية مليار الله بيعرف كل اسم وبيعرفك شخصيا وبيعرف ماضيك وحاضرك ومستقبلك وبيعرف مصيرك مشان هيك أحبك الله بيهتم في كل واحد مننا والسبب إذا أنت بتسمع هذا التعليم أنا عاوزك تتأكد أنه فعلا الله يحبك وأن الله يهتم فيك أنت شخصيا يدعو خرافه بأسماء اشتركوا في القناة